أول حاجة عايز أبدأ فيها مع حضراتكم أنا عايز أقول لكم تشكيل النادي الأهلي ليه بقول لكم تشكيل النادي الأهلي هقول لكم بعد كده حالاً أو بعدها على طول هقول لكم ليه أنا بأعرض على جمهور النادي الأهلي تشكيل النادي الأهلي فضلك يا سمير لو تشكيل النادي الأهلي جاهز معاك طيب فضل تشكيل النادي الأهلي اللي بيلعب يعني المباراة الأخيرة كابتن محمد الشناوي كابتن بدر بنون كابتن حمدي فتحي كابتن أيمن أشرف كابتن علي معلول كابتن أكرم توفيق اتنين في وسط الملعب أليو ديانج وعمر السلية ثلاثي في الأمام سين الشحات محمد مجدي أفشا ومحمد شريف وبرسي تاهو في الغالب هو اللي بيبقى موجود برضو مكان أفشا مكان حمدي مكان حسين الشحات مكان شريف هو ده التشكيل اللي احنا دايما بنشوفه للنادي الأهلي مظبوط ولا أنا كلامي طيب تخيل حضرتك أن النادي الأهلي تخيل حضرتك معايا مرة تانية أن النادي الأهلي والتشكيل اللي أنا بقول لحضرتك ده محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني أكرم توفيق باك يمين منتخبنا الوطني بدر بنون ستوبر منتخب المغرب ده لسه قصة تانية حكّلت معانها أيمن أشرف ستوبر منتخبنا الوطني باك شمال علي معلول باك شمال منتخب تونس حمدي فاتحي ديفندر منتخبنا الوطني عمر السولية ديفندر منتخبنا الوطني أليو ديانج ديفندر منتخب مالي محمد شريف رأس حربة لمنتخبنا الوطني إذن تسع لاعبين تسع لاعبين من التشكيل الأخير اللي كان أمام حضراتكم مش هيبقوا موجودين معانا في كاس العالم اللي جاي القادمة ده اللي مطلوب أو ده الكل بيزق النادي الأهلي لهذا الموضوع لغاية الموعيد اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي التسعة دول مش معانا تخيل حضرتك إن التشكيل اللي كان أمام حضرتك دلوقتي التسعة منه مش موجودين معانا في كاس العالم للأندية تسعة من التشكيلة دي بالمناسبة التسعة من التشكيلة دي كيس بونادي الزمالك خمسة ثلاثة من شهر المطلوب مني حضرتك أهو مرة تانية المطلوب مني نعد مع بعض محمد الشناوي مصر حمدي فتحي مصر أيمن أشرف مصر أكرم توفيق مصر عمر السلية وحمدي فتحي من مصر ومحمد شريف ده منتخبنا الوطني طيب منتخب المغرب بدر بنون علي معلول منتخب تونس أليو ديانغ منتخب مالي المطلوب مني حضرتك أنا كنادي أهلي إن هؤلاء اللعبون إلا أنا نادي الأهلي اشتريتهم وبجدد مع علي معلول واشتريت أليو ديانغ واشتريت حمدي فتحي واشتريت بقية اللعبين اللي موجودين عشان ألعب بيهم كاس العالم المطلوب مني إن ما يبقوش موجودين معايا المطلوب مني إن ما يبقوش موجودين معايا سيبك من الناحية المادية لأن أنا هتكلم عنها بعد قليل يعني نحية المادية دي قصة تانية هتكلم عنها بعد قليل فتخيل حضرتك ان التشكيل اللي انا قلته مرة تانية تسعة منه مطلوب من النادي الاهلي ان هما ما يكونوش معاه